أما هلأ مشاهدينا منتقلة لا فقرتنا التالية رح بحكي عن موضوع كتير مهمة اليوم عمل الخير هو مفتاح السلام كل ياتنا ربينا على عمل الخير من نحن وصغر كتير من الجمعيات الخيرية اليوم تشتغل ضمن ظروف صعبة وقاصية واستثنائية وخلال سنوات الحرب ما وقفت بالعكس الهمة زادت وعملت على فعل الخير يمكن تحصل على أكبر كمية من المساعدات لمنحة للأطفال لتعزيز إمكانياتنا اليوم صحيح يا نورو كل طفل اليوم يحتاج لشخص يرعاه ويهتم فيه ويعطي الحب والحنان ويوجهه للشيء صح ويكون له بيئة داعمة وحاضنة له هذا النقص عند الأطفال ممكن يحصل نتيجة انفصال بين الأهل أو حتى التخلي أو حتى كتير من الأمور أو المشاكل اللي ممكن تؤدي لهذا الموضوع رح نحكي اليوم عن جمعية قرى الأطفال لدعم وتمكين الأطفال والشباب معنا بالأستوديو الأستاذ سامر خدام المدير الوطني لجمعية قرى الأطفال أهلا وسهلا فيك والأستاذة نهال ميصر مديرة قسم التمويل والتواصل صار إسهل سباحا يا هلا أهلا وسهلا فيك أما هلأ نور خلينا نستعرد فيديو تعريفي بأمال الجمعية ونرجع ترجمة نانسي قنقر اسمي جنة عمري 13 سنة أنا هلا أصف سابع من جلس الصداقة أجيت على القرية الاسو اس كان عمري أربع سنة أنا بحب الموسيقى بحب العزف بعزف الفلود ونحنا بنغني كورال كنت غني هلا مع مجموعة صرت عم بتعلم أنه غني لحالي سولو بحب الروبوتيك شاركنا بطولة صافرنا على اللادئية كانت كتير حلوة التجربة طلعنا المركز الثالث عمستوى السورية أخذنا الميدالية البرونزية أكتر هواية بحب الرسم ماما اكتشفت هي أنه أنا بحب هواية الرسم كنا بأوقات الفراغ بس ناعد أنا وأخواتي كان رسمي كتير حلو وماما انتفهت أنه رسمي كتير حلو كنا عم تمشى أنا وجنا مرة هيك بالقرية رياضة يعني فشفت هيك عم تطلع بالسماء هتقل لي ماما تخيري هاي الغيمة لو أنا فستان شوفي هديك الغيمة اللي حدها بتنوصل فيها بتصير مثلا سيارة عم تغير بأشكال الغيوم وتعمل لوحات لوحات نظامية ماما اكتشفت أنه عندي هاي الهواية في أنسة اسمها حلو كانت تجي على القرية تدرسنا رسم فماما سجلتني فيها واخترحتها ليا أنه تحطني واخترحتها لأنسة أنا كتير عم بالطوار واخترحتها لإدارة القرية أنه يسجلني معها تخارجي شاركت بكتير معارض وكانت آخر مشاركة إلي بفعالية اسمها الفن أول هو دمشق وشاركت بكتير لوحات نحنا كل طفل عنا بالقرية ما نحس أنه هيك عنده بادرة يتعلم شي أو بيحب شي أو قلو رغبي أنه يتعلم شي فورا من يعني منبادر بكل السبل والأساليب والوسائل حتى نميله إياها والإدارة فورا يعني بتسألنا أي طفل بتلاحظه عليه أنه حابب يتعلم هيدا الشي أو هي الرياضة المعينة أو أي شيء أي شيء بيشوفوا أن الطفل عنده ميول لأله فورا بيدعموله إياه وبيحاولوا نموله إياه أكيدا نحن خمس أخوات بالبيت عايشين مع موفاتين وأنا أكبرهم نحن ثلاث بنات وصبيين عمر ولياس وغدير وليلاس وأنا نحن كثير منحب بعض وكثير منلعب مع بعض بما أنه أنا أكبر وحدة بساعدهم بالدراسة إذا بدون شيء ونحن أكتر لعبة منحبنا لعبة مع بعض ألعاب الزكا حابة كثير بس أكبر صير فاشن ديزاينر والرلسي محيساعدني كثير أنه حاقتموحي اشتركوا في القناة أهلا وسهلا فيكن عنا جديد كنا عم نشوف فيديو تعريفي لقرى الأطفال وما فينا نختصر 47 سنة أكثر من 47 سنة أنتم من أقدم الجمعيات الموجودة على الأرض أستاذ سامر وعمل إنساني جد بالنبي اللي عم تكونوا فيه خلينا نحكي شوي عن الجمعية قبل ما نحكي عن كيف يتم الرعاية وكيف يتم الاحتضان لأنه لازم يعني نعطيكم شوي ونحكي عنها صباح خير أول شي وشكراً للاستضافة وعياد مباركة لكم لجميع المتحدين لأحكي عن جمعية قبل الأطفال سوريا هي جمعية خيرية ذات نفع عام عضو بفيدرالية بمنظمة دولية عالمية موجودة بأكتر من 134 دولة حول العالم طبعاً هي جمعية هي منظمة مستقلة غير بينية غير حكومية تعناب وبتقدم خدمات الرعاية البديلة للأطفال فاقدين الرعاية الأسرية أو فاقري أو غير المصحوبين الأطفال اللي هم بخطر الانفصال عن زوجهم كذلك الأمر سوريا تأسست ب1975 وأول قرية تم افتتاحها بقدسية واللي هي لها زالت قائمة لحظة تاريخ اليوم من قدم طبعاً من 1981 لتاريخ اليوم تطورت البرامج بشكل كتير كبير على مستوى قرى الأطفال سوريا وتوزعت صار في تنوع كتير كبير للبرامج اللي موجودة عنا واللي هي اليوم بتقدم خدمات الرعاية البديلة بمختلف أشكالها اللي هي الرعاية البديلة الشبيهة بالأسر بتم تقديم خدمات الكاملة للأطفال اللي هنن ممكن يكونوا موجودين بموجودين عنا نعوضون عن فقدان الأسرة يكونوا موجودين بكنف أسرة بالشكل الكامل تقديم كافة الخدمات المرتبطة بالتعليم الصحة التعليم الصحة الدعم النفسي وحماية أكيد حماية تدول الأطفال وتأمين السكن الملائم لأيلون طبعاً منظلم كاملين نحن مع الأطفال لمرحلة البلوغ بمرحلة معينة بينتقل الأطفال لبرنامج أو برامج أخرى اللي هي برامج رعاية الشباب طبعاً هي امتداد لرعاية الأسرية اللي بتم تقديمها بقرى الأطفال أو بقرى طبعاً مرحلة الشباب أو مرحلة رعاية الشباب بتتقسم لثلاث مراحل كذلك الأمر بالبداية بتم تقديم الرعاية لهذول الشباب مساعدتهم أكيد لتشكيل العلاقات اللي موجودة بالمجتمع اللي تكوين شخصيتهم دعمهم من كل النواحي لحتى يكونوا قادرين للدخول بمرحلة شبه الاستقلال اللي هي ممكن تكون بعد سنة 18 حسب توجهات الشاب إما كانت مهنية أو تعليمية طبعاً تجي بعد مننا مرحلة شبه الاستقلال منظل أكيد متابعين مع الشاب ولكن ما بيكون في رعاية مباشرة للطفل أو للشاب عفواً الشاب أو الشابة طبعاً نظل متابعين بتم الدعم مستمر للشاب أو الشابة خلال مرحلة شبه الاستقلال المتابعة الدورية الدعم الكامل التعليمي الصحي المشاريع المدرر للدخل منوصل مع الشاب وشابة لمرحلة اللي هي مسمية مرحلة الاستقلال لما منكون العديد من الأطفال اللي هنين فقدوا الرعاية البسرية ومن هداك التاريخ افتتحت أول قرية بنمسا وخلال العقود الماضية توزعت على جميع أستاذ نهال خلينا نحكي أكثر عن خدمة الرعاية البديلة من هي الأم البديلة شو طبيعة عمل اليوم صراحة خدمة الرعاية البديلة هي من الخدمات الأساسية اللي تمتاز فيها جمعية قرى الأطفال SOS هي فعليا بتقدم شي شبيه بالأسرة البديلة نحنا بنسميه قائمة على مبدأ وجود الأطفال بتراوح عدد الأطفال تقريبا بين حوالي أربعة خمس أو ست أطفال موجودين بيربوهم مع أخوتهم طبعا هي هدفها احتضان الأطفال فقدير رعاية الأسرية أو الأطفال اللي تعرضوا لنوع من أنواع التصدع بقلب أسرتهم بتكون فيه أم بديلة منسميها هي أم SOS بتقوم بمهام الأم بشكل كامل من رعاية الأطفال تعليمهم احتياجات المنزل كاملة نطبخ كافة الأمور وفيه كمان بيكون موجود معهم خالة اللي هي اسمها خالة الخالة بالSOS هي بتقوم بدور مساعد للأم في حال مثلا كانت المغايبة أو بتقدم لها الدعم ضمن الأسرة وأكيد هذا الشكل العام للأسرة ضمن قرية ضمن قرية الأطفال فيه شيء مثل ما أذكر تفضل الأستاذ سامر كمان فيه مشاريع البيوت المجتمعية ومشاريع بيوت الشباب بيوت الشباب هي خلينا نقول استمرار لرعاية الأسرية للأطفال من هون بيكون الطفل شوي تجاوز مرحلة عمرية معينة فوق الأربط عشر تقريبا بينتقلوا لبيوت الشباب هي تمهيد لألون لمرحلة الاستقلال من نميلهم مواهبهم وقدراتهم ومنمكنهم حقيقة لا يدخلوا لسوق العمل ويكونوا قادرين أنه يستقلوا بشكل بشكل يعني بيمفردهم طيب كل بيت كم طفل فيه موجود؟ هلأ تقريبا بيتم بين حدود خمس أو ست أطفال كحد أقصى مع وجود الأم البديلة والخالة مثل ما سبقوا ذكرت هلأ بس في شغلة كثير مهمة مهمة نوية عليها أنه الرعاية البديلة هي مانا بديل عن مؤسسة الأسرة خلينا نقول ولكن هي أحد الخيارات في حال ما قدر الطفل أو ما قدروا الأطفال أنه يربوا ضمن كنف السرطان لأنه وفق حقوق مادة بحقوق الطفل بتقول أنه المكان أو المصلحة الفضلة للطفل هو أنه يربى ضمن كنف عائلته المكان صحيح خلينا نحكي معك أستاذ سامر حكيت نقطة كثير مهمة لما نحكي عن الجمعية ودور الجمعية في تأسيس شخصية الطفل على المدى البعيد وأنتو إذا منحكي عنكم بالجمعية عم تعملوا النظام الأمثل لما نقول أم بديلة عم نحكي عن نمازج أربع خمس أطفال مثل البيئة السورية يعني مثل أي بيت أو أسرة سورية أنتم من الموزج الأمثل يمكن أن تحاول تنسلوه على أرض الواقع خلينا نحكي عن دور الجمعية بالتأثير على شخصية الطفل على المدى البعيد يعني في رعاية بالبداية بالشباب بوصوله لبر الأمان قدش فعليا تحاولوا ضمن هذه الظروف يعني نحن حتى عشر سنوات من الحرب أسقلتنا ككبار كيف الصغار تحاولوا بناء شخصية نفسية الطفل سليمة وفعليا يقدر يعتمد على حاله ويستقل بالمستقبل تمام طبعا نحن نؤمن بأن الأسرة هي المكان الأفضل أو الأسرة البيولوجية هي المكان الأنسب لتنشئة الطفل ونسع جاهدين لحتى نحاول بالقدر الممكن ضمان وجود الطفل مع أسرته البيولوجية ولكن في بعض الحالات خيار رعاية البديلة لابد منه نسع صحي اللي منساوي نحن بقرأ الأطفال عند استقطاب أي طفل لبرنامج من برامجنا منقدم الخدمات كاملة نبني شخصية طفل منساعده من خلال وجوده ضمن جو أسرة شبيه بأي أسرة أخرى بالمجتمع السوري هذا الشيء بيساعد بتنمية شخصيته بتنمية مواهبه قدراته تمكينه بشكل أكبر ليكون شخص أو شاب فعال بالمجتمع بمرحلة الاستقلال طبعا هذا من خلال العديد والعديد من الخدمات المقدمة أكيد مشهود جبار عم تقوموا فيه صحيح يعني فيه جهود كتير كبيرة وحتى كمان من خلال انتقال من مراحل من مراحل من مرحلة لمرحلة دائما نحن نحن نحاول أو نسعى جاهدين للتواصل مع الأسرة البيولوجية أو العائلة الممتدة نحاول بالقدر الممكن لمشمل الطفل مع زوئيه إذا كانوا موجودين أو إذا في بعض التفاصيل أو الصغرات اللي موجودة اللي تمنع وجود الطفل مع زوئيه نحاول بالقدر الممكن نغطيها نساعد الأسرة نمكنها بالشكل الأنسب لا احتضام الطفل وتنشئته ضمن جو أسرة متكامل مع الشباب والشابات نساعدهم أكيد على يكونوا أن الشباب والشابات كذلك الأمر الأطفال اتخاذ القرارات مشاركة باتخاذ قرارات تتعلق فيهم دائما وأبدا مصلحة الطفل الفضلة منبديها على كل شيء لكل حالة من حالاتنا اللي موجودة عندنا ضمن البرامج طيب نرجعنا عند حضرتك بدا نعرف أكتر عن دور سفير النواي الحسني الفنان محمود نصر شو بتخبرينه أكتر؟ الفنان محمود نصر هو صراحة هو كان صديق للجمعية قبل ما يكون سفير للنواي الحسني هنا فيه فينا نقول هي تبادل نحن مقامنين بدوره الفعال والمؤثر حقيقة بينه ينشر رسالة الاس و اس ضمن شريحة كتير واسعة هذا الشيء أكيد بيساعدنا لحتى نشر رسالتنا ولحتى نحصل على دعم أكبر وجمع تبرعات أكيد أكتر صحيح وستاذ فنان محمود نصر أكيد هو كتير شخص متابع ويشاركنا بكتير أنشطة العلاقة بالجمعية مؤخرا مؤخرا كان معنا بحفلة الكريسمس شارك الأطفال فيها فدائما هو بيحرص على نشر هذه الرسالة وهدف الجمعية كمان خلال وسائل التواصل الاجتماعي دائما بيدعو لهذا الموضوع أكيد أنا جهلة تحية وحتى الأطفال كلها يعطنا بالحب يعني تحس فيه نجم لازم يكون قريب منهم بيحبوا هاي الأشياء وبتأثر على نفسيتهم بطريقة كتير جميلة ذكرت خلال حديثتك أستاذ سامر دور تمكين الأسرة لو سريعا حكيت عنه خلينا نفصل شوي كيف بيكون برنامج تمكين الأسرة ضمن مقرأ نوعا ما خلينا نحكي عنه طمام هلأ بشكل عام بعيد بالنسبة لأن المكان الآن سدتنشئة الطفل هو الأسرة ولكن الأسرة بكتير مطارح تواجه العديد من التحديات والصعوبات اللي هي ممكن تأدي لأنفصال الطفل عن زوية هاي التحديات متمثلة إما بالانفصال بالمرض بمشاكل اجتماعية أو معيشية صحيح معيشية فقر إلى آخره ممكن تأدي لأنفصال الطفل عن زوية ولكن هاي المشاكل هي ما أنا دنقول مبرر لوضع الطفل ببرامج رعاية بديلة فبهي الحالة بيدخل عنا برنامج تمكين الأسر بقدم الدعم الكامل للأهالي لتمكينهم من رعاية أطفال رعاية الأطفال بالشكل المناسب طبعا الشريحة المستهدفة هي كافة الأطفال من دون عمر 18 سنة والخدمات اللي بتكون أو بتتقدم بهذا البرنامج هي متمثلة بالدعم المادي القانوني لتنمية المهارات لدعم التعليمي النفسي إلى آخره ومتى الدعم تتراوح بين اليوم لحد الخمس سنوات نسعى مع الأسرة جاهدين نأخذهم كشركاء وليس كمستفيدين كشركاء لنوصل معهم لمرحلة ما نسميها مرحلة الاكتفاء الزاتي أو الاستقلال الزاتي يعني منحاول بالقدر الممكن نسكر أي فجوات ممكن تؤدي لأنفصال الطفل عن زوية طبعا خدمات واسعة متنوعة بتختلف بين أسرة وأسرة تانية ولكن بالمرتبة الأولة والأخيرة بيكون الطفل موجود مع زوية كافة العوامل أو المسببات اللي ممكن تؤدي لأنفصالهم نحاول نغطيها من خلال الدعم الغذائي الدعم المادي الدعم المشاريع المدرر للدخل التعليمي التأمين الصحي لأفراد الأسرة إلى آخرين نصل بالأخير معنا لمرحلة هذه اللي هي الاكتفاء الزاتي طبعا نكون ضمنانين أنه أغلقنا كل الفجوات أو الصغرات اللي ممكن تؤدي لأنفصال للطفل خلينا أستاذي نحكي عن طرق التكفل والتبرع لجمعية للأطفال هل يكون هناك مساعدة لدعم الأصحاب الأيدي البيضاء؟ أكيد ما بيخلل الأمر أكيد طبعا نحن نحب نتشكر كل الكفلاء وكل الأصدقاء الجمعية بهذه المناسبة صراحة الجمعية توجهت على أن تعمل أكتر من شريحة للتكفل بحيث أنه نحن نقدر نكون أي شخص حابب يقدم ولو مساهمة صغيرة يكون موجود معنا قيمة الكفالة للطفل خلينا نقول الميليموم هي 25 ألف بالشهر هي هي منسميها كفالة جزئية للطفل وفي كفالة داعمة وأكيد لكل نوع من أنواع الكفالات كفالة تعليم في جزئية وفي داعمة كفالة لباس كفالة قرية وكفالة أسرة صغيرة وكبيرة شو الرقم الممكن يتصل عليه؟ أكيد هنا في رقم ربعي يلي هو 9240 وفيه كمان من خلال موقع الجمعية sos-syria.org بيضغطوا على تبرع وبعدين على إكفال طفل وبيعبوا استمارته ونحن متواصل معهم بأسرع وقت ممكن وأي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي بيحبوا يرسلونا سواء فيسبوك، تويتر، انستغرام أو لينكتين فنحن أكيد رح نكون حاضرين وفي رقم واتساب كمان أكيد يمكن يظهر على العشاشر مشان لأي حدا حابب يتبرع أكيد، فعل الخير رغم كل الظروف ما بيوقف نحن ربياني مثل ما في البداية حدثنا على فعل الخير مع أهلينا بالبيت كيف كنا أيام زمان السكبة والجار هاي القصص بتحسي رغم كل الظروف القاسية اللي مرينا فيها مستمرة خلينا نحكي بالخطام مع أستاذ سامر عن خطط وأستراتيجية الجمعية عشر سنوات من الحرب كنا نحكي تحت الهوى كانت خاصة نوعا ما على جميع القطاعات حتى إذا بنا نحكي عن مد فعل الخير صار كمان موضوع مكلف أضعاف مضاعفة عن قبل خلينا نحكي عن هاي الخطة للجمعية وضم هاي الظروف صار في مجهود أكبر أو مسؤولية على عطقون عن تقوم؟ أكيد طبعا يعني بصراحة المسؤولية كتير كبيرة والاحتياج موجود وكبير كمان بالنسبة لأستراتيجيتنا نحن الآن قد زادت حتى الأعداد يعني زادت هلا بأهل الجمعية أكيد طبعا أكيد نحن نسعة جاهدين طبعا خلال سنوات الحرب دخلنا بالعديد من البرامج الإغاسية اللي هي كان إلى أثر كتير كبير بصراحة على كافة القطاعات وحاليا نحن استراتيجيتنا موجودة إن شاء الله بالتوسع ببرامج قرى الأطفال SOS وخصوصا برنامج تمكين الأسر ممكن تكون لغير أماكن غير محافظات طبعا اعتمادنا كتير كبير أكيد على المانحين وعلى الرعاة والكفلاء اللي هنا ممكن ما تركونات طوال سنوات الحرب والحمد لله عم نسعة جاهدين لحتى نغطي بالقدر الممكن ولكن ما فينا نخفي إن الاحتياج موجود صراحة وكبير كتير فهي استراتيجيتنا بشكل عام طبعا إضافة للاندماج المجتمعي عم نسعة جاهدين بالفترات القادمة لدمج برامجنا بشكل أكبر بالمجتمع القرى الموجودة عندنا ممكن يكون توجهاتنا مستقبليا لا يكون في عنا بيوت مجتمعية بيوت مجتمعية اللي هي مندمجة بشكل أكبر والمجتمع إن شاء الله بالفترات القادمة شكرا كتير إليك الأستاذ تامر خدام المدير الوطني لجمعية كل الأطفال والأستاذ زينيها الميسر مديرة قسم التمويل والتواصل شكرا كتير لكم شكرا كتير لكم نتمنى لكم التوفيق جهود جبارة تقوموا فيها تحية لكل العاملين في قرال نتمنى عام 2023 فعليا يكون خير عليكم لكل أياتكم شكرا كتير لكم شكرا كتير لكم